اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بلا سمنة برحب بك يا دكتورة دعاء اهلا بحضرتك وستاذة هالة سلام الله بحضرتك بألف خير وسحة مبادرة مصر ضد سمنة دي انت بتستهدف الشباب بس ولا كل الاعمار تقريبا لا اكيد كل الاعمار ولكن لما لقيت الاحصائية الـ 2018 بتقول ان اكبر شريحة في المجتمع بتعاني من زيادة الوزن هي الشباب كان لازم نركز معاهم فلما نركز معاهم نلاقي يعني شوف يا حضرتك ابن حضرتك ماسك حب الفاستفود حب ياكل من برا الشباب بيحب دايما ياكل في الشارع ممكن شغله ممكن علشان يلا احنا خارجين نازلين فكل سلوكياتهم واحد النوع ده ما تقولوش اعمل ضايت خليك انت يعني حل شفرته وانت زكي تخليه يخس بالطريقة اللي تتناسب معا يعني هو بيحب الفاستفود حب يأكل في الشارع بيأكلوا في اي وقت يلا عزمك العشاء على الغداء قاعدين بيأكلوا بلايستيشن قاعدين هيكلوا غلط بيبقى سهل النوم يطلب طيب النوع ده انا لازم اديله مادة عشبية طبيعية فعالة ويكون امينة على الصحة اي فلازم انا اشوف الطريقة اللي هيخليه ما يكونش بيها وهو مش حاسس او انا لو اديت والانا سليم لو مرخصوا نزارة الصحة ومناسب لكل الحالات الصحية وفقاته العمرية من سنة 8 سنين لسبعين سنة ضغط قلب سكر بيأخده لانه طبيعي وقش بيه وفعال مع تنظيم لمواعيد الاكل ما قولوش الفطار بيضاء والغداء ربعي مش عارفة ايه مش هينفز مش هينفز ده لان لا حياته هتسمح له بيها ولا الستايل اليومي بتاعه اللي هو لايب ستايل بتاعه هيقدر يخليه يعمل ده علشان كده احنا فكررنا نشتغل معاهم ان يأكلوا كل حاجة واي حاجة ولكن بنسب قليلة معتدلة يعني هو مش هيقدر بعد ما يتناول الاعشاب دي مش هيقدر يأكل زي الاول عمره لان انا بحرس كل الحرس كل الدراسات الحديثة بتقول ان عشب السليم ده اكتر الاعشاب اللي المعدة تقدر تحتفز بيه لمدة 14 ساعة 14 ساعة انا حاسس دي الشبع كل الحكاية ان انا بعطش فكل معطش بحصل على مستين في وقت واحد انه بيعلي الحرق طبعا المياه بتعلي الحرق حاجة كمان ان العشب السليم ده عمال ينفش عمال يجبر عمال ياخد حيس كبير داخل المعدة وتعالي نشوف الحالات واقول لحضرتك بالضبط كل حالة احنا كفريق عملنا معها ايه شباب اكتر ولا لاتنين يعني مثلا هنقول قدري قدري ده من شربين سنه 22 سنة محب للأكل جدا هو واصحابه لدرجة انهم كانوا ياريت لو فيه صورة قدري تنزل هو واصحابه كانوا بيترهنوا على يأكل اكتر بيترهنوا على اللي يأكل عدد سندوتيشات اكتر يا قدري حضرتك يعني كان مية ستة واربعين النهار ده قدري تمانين كيلو يعني نزل بني ادم طبعا خاص شخصي تاني يعني شفت حضرتك الموضوع يعني مختلف تماما اما يكون هنا بقى ما كانش عنده قوة يقول له اعمل ضايت وكان بيحب الاكل جدا يفتر مرتين ويتغدى مرتين ويتعش مرتين ما شاء الله واي وقت ما شاء الله السن ده كده طبعا ما عندهمش شعور بمدى خطورة السمنة ان انت النهار ده ما شاء الله صحيتك كويسة النهار ده قدري بعد التثبيت كمان يعني بيقعد فترة يسبب ثلاث شهور ثلاث شهور انا دايما نقول التثبيت لا يقل لأهمية عن التخصيص لان التثبيت انا بثبت لك موعيد الاكل ما بحرمكش من نوع اكل يمن البداية للنهاية يعني انت مش محروم من نوع اكل طول الفترة بس فعلا في فترة التثبيت لازم ياخد أدوية برد لازم ياخد المادة العشبية اللي بيها المادة يحصلها زي شرنك فتصغر فيفضل محافظ على ده كمان الحالة المزاجية لها تأثير مهم جدا على ضبط نسبة السكر في الدم طول ما نسبة السكر في الدم مصبوطة فهرمون السيروتونين مصبوط فالحالة المزاجية مش هتلحى عليه ان نروح ياكل وبعدها يمكن طب قدري 22 سنة ومحمود ومحمد التلاتة فلما قالوا لا يا عم انا كنت جبت الكورس لا انا مش بعملش ضايت يا حبيب مش ضايت الموضوع ان انت هتاخد الكورس المناسب لحالتك الصحية وفقتك العمري وانا كخبير تغزية انا وفريقي لازم نسأل مجموعة من الاسئلة مجموعة الاسئلة دي انا بيها بفهم ايه الاسباب اللي دفعت مريدي لده هو دلوقتي محب للأكل هو واصحاب يعني البيئة المحيطة حواليه مش هتساعده انه يقلل احنا معنا تليفون دكتورة صفاء المسلماني تتفضل تتفضل اه اه ففعلا وكان يتبعني دكتور محمد محسن اه انسان رؤى في اي وقت فعلا تعبت كتير جدا في اي وقت كنت من اول يوم وانا بقول له ايه ده انا ما خففت شوية كيلو ففعلا بدأت بعد شوية اه حبا بحبا كده عنزل نص كيلو في نص كيلو بس اهم حاجة لما كنتش نصدقها انها بتقفل الشهية اه وفعلا دي من ثالث يوم انا مسأجرى اكل اي حاجة يعني انا خلاص الخبز الابيض حتى البرام هقول لحضرتك حاجة يا دكتور اه ما ينفعش ابدا تفضل طالع على القنوات وتظهر في البرامج وتقول ما بعملش ضايت واصل الكورسي بيقفل الشهية وبعد كده الناس تصيب بخيبة الامل يعني اذا انت مش متأكد ان المادة الفعالة اللي انت بترشحها المريضك واذا انت ما عندكش المتابعة الجيدة لان انا دايما اقول علشان تنجح بمريضك ان يفقد وزنه ان انت بتشخص حالته كويس فبتقوله الكورسي المناسب للحالة الصحية متابعة جيدة من قبل الفريق محمد محسن حد بيسمع كويس لمرضاه فمتابع جيد واعتقد انه عمل حكده مع حضرتك يعني يا بالزبط دكتور محمد محسن خلستي باعد دي ايه دكتورة دلوقتي 10 كيلو وشوية 10 كيلو 200 جرام 10 كيلو و200 جرام في شهر في شهر طبعا انت في منتاز سعادة يعني مش في منتاز سعادة انا خلاص هدني ما بعرفت البتا ما بريدين لحد الوحسة ان شاء الله لما توصلي للوزن المناسب تتفضل علينا استاذة هالة فاخر وتستضيف حضرتك معايا لازم لازم يا عالة ننورنا طبعا ان شاء الله حتى ترجط لنفسك تخيصي قد ايه دكتورة والله انا انت دكتور محمد انا فقديني 7 كيلو بعد كده تثبيت بعد كده خلاص طب حلو اوي حلو اوي المشكلة بقى انه كل ملاحظها وانا كنفقناتكو عن ناس كلها في الكمبار اخبار النفسية ايه يا دكتور لا 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 انا دلوقتي اتليست بقدر اماشي كتير بماشي من 3-5 ساعات ما فيش عندي مشكلة يعني بقدر اماشي ما بلهكش كتير الاكل ما بقدرش اكل غير حاجة بطيطة بحكي ان انا خفيفة ولا حلويات ولا اي حاجة لا 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 خالص خالص والله يبرافو عليك يعني حتى اللحم اللي كنت بااكل لهم كتير جدا يعني ايوسي ايه يعني كنت بااكل كتير لهم دلوقتي ايستوبت خالص كمفليتلي مجرد باكل الشربة مع ثلاث مع بيس يعني حتة صغير من اللحم وباخد معا كمان يعني بالليل باخد بزبادي خيار موزة لان انتي مش عادرة تاكلي مش 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 عاملة ضايت اخد عشان عشان اه 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 شكرين اوي شكا دكتورة صفاء مرسي يا رب والحالة نفسية الحالة نفسية فرقة معاها اه طبعا عشرة كيلو في شهر يعني هقدر يا اصل خسارة في وزن عشرة كتير اوي دكتورة دعاء عشرة كيلو في شهر حلو لا الصح من ثمانية لعشرة اه يفرح بنفسي اه طبعا طبعا فبتلاقي انا سورة تانية بقى للحجة شبكات الحجة شبكات كانت عمرها 69 سنة ما شاء الله تخص معايا يعني من افضل الحالات اللي انا نجيحت فيها في 2018 اه يعني ما شاء الله كانت في العمرة في كزة علانة اوي نا ما بتعرفش تصلي ما بتعرفش تنزل طبعا وكمال حجة شبكات حالة حالة امهاتنا يعني اي بتحب ما بتقول لهاش بقى ما تسبكيش ما تطبخيش مش عارفة ايه ما تعملش كيه هي متعودة على طريق هي متعودة على ده افللها بقى الشهية من جانب اخر نظامي لها مواعيد فهتغضب على البيت كله ومش هتعمل اكل بقى فهي تغضب على البيت كله خلاص دايما بتحس بالشبع اربعين كيلو في السن ده لمدة مقافية على مدار ستة شهور حلو في ستة شهور انا شايفة حلوة او ستة شهور فقدت اربعين كيلو حلو جميل خلاها تعرف تصلي تقوم تقول السن ده ما بيبحسي عن الموضة يعني لا طبعا ما بيدورش انه يلبس لا هي عايزة تقدر تخدم نفسها هي وكل مش عارفة كيلو زيادة بيبقى أربع كيلو على الركب وهي كمان كانت عندها كوليسترول عالي كان عندها ألام في العظام والمفاصل كان عندها سكر كان عندها ضغط كل ده يعني ما بقتش بتاخد دول السكر ولا الضغط وألام في العظام طبعا طبعا فده كل ده حمل على الجسم طبعا طبعا أكثر ما يتقلم به زيادة الوزن هي العظام لأن المفصل المادة اللي ما بين العظام وبعضها بتحميلها بتخشن بتخشن ليه؟ عشان ضغطنا بالوزن فالمادة ما بقتش موجودة فحدث عندنا خشونة معانا مين يا أسفد معاكم؟ هيبة من القاهرة قالوا يا هيبة يا هيبة ألو أيوة يا هيبة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزاي حضرتك مدام هالة؟ أيوة بس عندي برد معلشنا السلام عليكم زيك يا هيبة الحمد لله بخير كويسة إيه بقى الأخبار؟ قولنا لا احنا الحمد لله ماشيين مع دكتور دعاء أه واخدنا الكورس بقى لي شهر دلوقتي انتبع مع دكتور جمال أه خلستي عدي إيه هيبة؟ كنت 120 ودلوقتي بقيت 108 طب ده حقف شهر؟ 108 يعني نزل 12 هي عشان سنها صغية يمكن بتنزل أكتر السن مش عامل ممكن صغيرة ومريدة غدة درقية هتخس بطء شوي لكن صغيرة والحرق مضبوطة عندها هتخس كويس السن مش مهم الحالة الصحية انت مبسوطة يا هيبة من نفسك كده دلوقتي؟ اه طبعا جدا الوزنة أصلا إزاي دا عندي كان عامل لي مشكلة في الخلفة فالحمد لله يعني ربنا يرزقك الخير كله إن شاء الله لما تفقد كل الوزنة في الخلفة الصالحة إن شاء الله يعني إن شاء الله إن شاء الله تكوني أحلى أم في الدنيا يعني ربنا يخليكي وبردو ماما برضو متابعة معايا انت وماما بتتابعوا مع دكتور جمال؟ مع دكتور جمال برضو وماما كانت وزنها تسعين ودلوقتي بقيت تمانين لا دي ماما رشيقة بقية هيبة عشر أكيل حلو قوي ربنا يخليها لك يا رب ربنا يخليك يا ربنا شكرا يا هيبة معنا مادام ياسمين علو يا علو خير مساء الفل إزاي حضرتك إزايك أنت حبيبتي منورة ربنا يخليك يا رب إزايك يا دكتورة دعاء في نعمة والله عاملة إيه؟ الحمد لله الحمد لله وعلى حسب كمان مقياس الماس بادي عندك بيقول لها الدهون قدئي ولها المية قدئي في ناس لديها مية زيادة مية زيادة فدي تنزل كتير في الأول بالزبط وعلشان كده أنا بحرس إنهم يوزنوا ويبعتوننا على الواتساب أو المسينجر يعني أنا يا دكتورة لما كنت بعمل دايت أول حاجة بروحزها لا إنتي جزميلة خالص ماشاء الله يعني أنا جات لي فترة برضو أنت عارفة بعد الخلفة وبتاعه حاجات كده الواحد بيدخن شوي طبعا فنزلت المية معيك يا حبيبتي معيك أيوة أنا كنت 95 كيلو مين معانا؟ أنا ياسمين 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 عدنا ندردش ياسمين تلسل معانا ياسمين أيوة معاك طب بروحتي وجتي بتخسي مع مين يا ياسمين تتكلمني إيه حبيبتي تفضع لي أنا كنت 95 كيلو وكنت مترددة كثير زي الناس إن أنا لا خايفة جيب الكرس ومش خايفة فبصراحة دكتورة بس أنت طميلتني على الآخر ربنا يبارك لها ويبارك لك يا حبيبتي وحضرتك برضو ربنا يبارك لك عملتلي خصم حبيبتي وقفتي معايا ودكتورة بس أنت كانت بترد علي في أي وقت المتابعة المتابعة لما يضور بزيمي سؤال لازم ألاقي دكتوري إن أنا دكتوري اللي أنا متابعة معاه أصل فريدي حصيت بحاجة أيوة طبعا لازم ألاقيه موجود يعني شفتي الأستاذة ياسمين بتقول إن أنا لما بيبقى عندها سؤال بتتصل ببس أنت فبترد علي يا جماعة أهم شيء العلاقة المهنية اللي بتجمع المريض بالدكتور هي دلوقتي مرتاحة نفسيا بس أنت بترد عليها على طول هي حست باطمئنان طمنتها بناءا عليه الحالة المزاجية مضبوطة ففي استجابة للعقار طبعا فعشان كده أنا بقول العلاقة المهنية التي تجمع المريض بالدكتور مهمة أكتر من الكورس ومن كل شيء طب معانا سورة كمان ليوسف يا يوسف آه ما شاء الله ما شاء الله خس معانا 30 كيلو يوسف فعد إيه بعد دكتورة تعريبا؟ في 3 شهور آه كل شهر 10 كيلو وبعدين يوسف صنيع رخام حال وحال كل أهلنا فما ينفعش يكونوا جايين وقت الغداء ويقولوا أنا أكلي دايت لا يوسف هيقول لنا بأكل دايت وهما يعني مع بعض عمال إذا كان رخام أو أكلهم كله وهم اضطر خلاص ظروف حياته وشغله حتى ميته أنه هيكل فل هيكل طعمية هيكل بطاطسة هيكل كل ده يا أكل أنا أعمل الكنترول من عندي أن أنا أقفله شهيته أنا خليه يعني يفطر يتغدى يتعش بدري لازم بعد 7 مساء ما يأكلش وإذا جاء أكله يكون طاقة سلبية أنت طول النهار مش محروم من نوع أكل فلازم أنا أديله الكورس المناسب لحالته الصحية ولازم أنا كمان أكون فاهم حياة مريدي يعني الحج شبكات وده بطل جمهورية بس للجهري فرفع الأسقال آه ولكن أطراف صناعية ما ينفعش تقول له عمال رياضة على الرغم أنه رياضي ده رفع الأسقال وبطل جمهورية زي 30 كيلو فلما جي يتكرم لأ هنا شوفي حضرتك وزنك زيت إزاي ففي الحفلة بعدها بثلت شهور ما شاء الله بقى جسمه مزبوط بس أنا بحي فئات معينة من شعبنا أنهم عايزين يروح يخسوا يعني زي عامل الرخام اللي حضرتك قلت عليه قالوا أنا مواطي باشتغل رجع بيمش شايلاني بزبط يعني دي حالة صحية طبعا يعني هو بيحافظ على صحته وعلى شغله طبيعي طبيعي طبعا فأنا بحييهم فعلا جدا وبحيي الشباب فلو كالشعب المصري رجالة عنده يعني المام بمشاكله بيحاول يشتغل عليها بحيي رجالة أكتر لأنه ستاتهم دايما اللي عايزة تخسه وعايزة تلبس مش عارفة إيه وعايزة تعمل إيه صح بات بافة لكن كشباب أنا بحييهم جدا جدا طبعا على أنهم أكيد شافوا أن حياتهم اختلفت تماما بعد ما خسوا كميات الكيلوات الكتيرة دي طب قوليلي يا دكتورة ما فيش حاجات معينة يعني مثلا حياتك بتقوليهم أنتو هتاخدوا بتدي كورس كامل طبعا لازم لمدة قدي إذا أنا عندي لمدة شهر دايما الكورس لمدة شهر عشان أنا عرف في تطور الحالة الصحية الشهر ده هو داكل بشهية عالية طب أنا قفلت له شهيته طيب أخاف لما قفله شهيته الشهر اللي بعده هيحصل له ثبات وزن ممكن يحصل له هنا بلاتو ثبات الوزن ده بيحصل لكل الناس اللي بتفقد وزن علشان محدش يقول أن الشهر ده سبت ده طبيعي أن أنتو في البداية بتنزل فيما حضرتك تليفون أوكي نرد مرسي يا دكتورة دعاء ربنا يخليك يا رب يا رب يخلي حضرتك وكي دايما أنه اللي عايز يتواصل مع دكتورة دعاء سويل الحلقة موجودة على الشاشة من خلال أرقامنا وبرحب بيها جدا لتاني مرة وشكرين جدا يا بكتورة شكرا ونلتقي غدا إن شاء الله في حلقة جديدة من هالة مصرية على قناة المحور أو القناة فضائية مصرية وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر